محليا عرف سد عين زادة ببرج بوري ريج ارتفاعا كبيرا في منسوبها المياه قدر بمليون ونصف مليون متر مكعب في ضرف أسبوع فقط وهذا راجع للأمطار وثلوج التي عرفتها المنطقة الأسبوع الفارط وما زالت الكمية مرشحة للارتفاع بذوبان باقي الثلوج المطرمية على الجبال وهذا بعد أن كان سكان الولاية مهددون بقضاء صائفة دون مياه حيث وصل منسوب المياه في وقت مضى إلى 30% من سعته الإجمالية حسن الدين بن عثمان عاد لنا بالتالي استفاع منسوب المياه حوالي مليون ونصف مليون متر مكعب هذا في ضرف أسبوع منذ بداية تساقط ثلوج هو مرشح بطبيعة الحال للارتفاع مع دوبان ثلوج